وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة اليوم من ليالي المنديال وحديث عن بعض الحالات التحكمية التي ظهرت في الأيام الأولى من المنديال خير من يحدثنا الحكم العالمي الحكم المنديالي الحكم نفتخر فيه كابتن عوني حسوني الذي شارك في منديال الآسوي 2002 وكأس القارات والأولمبياد مساء خير كابتن مساء خير غير السلام إلى كل الجمهور الله يعطيك العافية كابتن في بعض الحالات ممكن ظهرت في المنديال وإن شاء الله كل فترة نحاول نستضيفك أو أحد الزملاء حتى نعرف الأخوة المشاهدين نبدأ بالحالة الأولى هي حالة الهدف الإكوادور الملغي الأول في مرمى المنتخب القطري أثار الكثير من الجدل والحديث وتم احتسابه وتسلل حالة كانت غير معروفة نثبت الصور للعالم نقدر كابتن عوني مساء خير أخي بسام لكل الجمهور الكريم زي ما اتفضلت فيها طبعاً المرة الأولى تقنية الربط اللي هي تقنية التسلل الدقيق تستخدم في بطولات العالم حتى في أي بطولات نعم كانت التجربة في هذه البطولة نعم كانت التجربة في هذه البطولة التجربة أتوقع من الحالة الأولى من الإمبارة الأولى التجربة نجحت نعم كانت حاضرة في بداية الشوط الأول حيث زي ما احنا شايفين على الشاشة في اللاعب الآن حارس المرمى كان خارج مرمى أصبح هو اللاعب رقم اثنين مش اللاعب رقم واحد نعم وإذا شفنا اللاعب المهاجم اللي في الخلف حارس المرمى نعم اللي هو رقم ثلاثةاش هو الآن أصبح متقدم على حارس المرمى لما التعبت الآن الكرة من اللاعب المهاجم راحت لزميله المتقدم اللي هو الآن أصبح في موقف تسلل استفاد طبعاً من وجوده في موقف تسلل وطبعاً أحرز الهدف طبعاً هاي الحالة من الحالات الدقيقة جداً يعني عندما يغادر حارس مثلاً ست يار دات أو لا؟ لا 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 هي بغض النظر ست يار دات أو لا احنا بنحسب دائماً أنه الأقرب لخط المرمى المنافس باعتبار لاعب واحد واللاعب القطري الموجود خلف الحارس نعم خلف حارس المرمى هذا لاعب واحد لاعب اثنين الآن أصبح حارس المرمى نعم وإحنا شفين لاعب رقم ثلاثةاش الآن خلف حارس المرمى إذن يعتبر اللاعب هذا الآن بموقف تسلل زي ما حكينا هي هاي التعديل طبعاً من فترة طويل للحدث لكن استخدام هذه التقنية هي الأول مرة نعم طبعاً هاي من الحالات الصعبة جداً حتى الفار لو لوحده نعم صعب جداً أنه يعني يستطيع أنه يكشف هذه الحالة لو لو وجود التقنية الجديدة اللي استخدمت في هذه كأس العالم كان ما قدر حتى الفار أنه يقدر يحكم على هذه الحالة إنها تسلل أو لا نعم لكن زي ما حكينا بما أنه التقنية الجديدة كانت تجربتها بهاي كأس العالم نعم كتعديل قانوني متى تم هذا التعديل هذا التعديل موجود من حوالي فترة طويلة نعم طب يعني السؤالي قبل ذهاب للحالة الثانية يعني كابتان أولي اللي ما عندهم فارزة حالاتنا شو حالهم والله حالات زي هاي خلاص يعني حالات زي هاي صعب جداً حكم مساعد هاي طبعاً الحالات مش من الحالات السهلة جداً اللي خلنقول الحكم المساعد يقدر يمسكها إلا إذا كانت باي لك يعني بالحظ بأنه يقدر يستطيع أن يمسكها لكن بالدقة هاي ما بتقدر يمسكها إلا عن طريق فارزة نعم الحالة الثانية طبعاً صابت الخطير الحارس الإيراني مع زميله والحارس لم يكمل المباراة لم يستطع إكمال المباراة وبالتالي تم تبديله ولكن لم يحتسب هذا التبديل كابتان أولي طبعاً هو فيه تعميم صدر عن البورد الدولي اللي هو الأيفاب طبعاً أول مرة صدر والآن تم تجديد التعميم رقم 25 طبعاً التمديد صار لشهر ثمانية عام 2023 نعم هذه عبارة عن تجربة الآن في حال صابت أي لاعب أو حارس المرمى بارتجاج بارتجاج نعم وحتى الفريق يكون مستنفذ تبديلاته يجوز لهذا الفريق أنه يبدل تبديل سادس نعم طبعاً هذه الآن موجودة تجربة لغاية شهر ثمانية 2023 حتى طبعاً مددوها ليش حتى يقدر يأخذوا معلومات كاملة بالأمور الصحية والأمور الطبية والأمور الفنية حتى يستطيعوا في النهاية تثبيتها أو عدم تثبيتها لكن زي ما شايفين يعني فقط طبقت في كأس العالم؟ هي من أول موجودة نعم خلال فترة حوالي سنة تقريباً نعم لكن هو تم تمديدها لغاية شهر ثمانية 2023 نعم وإحنا شوفنا طبعاً حظ المنتخب الإيراني أنه حارس المرمى صار عنده بالرأس إصابة يعتبر من الحالات التي هي ارتجاج بدماء فلذلك المنتخب الإيراني كان مستنفذ التبديلات الخمسة اللي هو حسب منص عليها القانون فالمشرع سمح له الآن بتبديل سادس ولا يعتبر ضمن التبديلات نعم الحالة الثالثة الموجودة عندنا الوقت بدل الضياع كابتن عوني وكان أصبحت كرة القدم قريبة من كرة السلة فقط اللعب الفعلي الملعوب يعني تبعنا في مباراة 14 دقيقة بالشوت الأول ممكن مباراة إنجلترا وإيران وشوت ثانية 10 دقائق يعني قربنا على شوت ثالث كابتن أخ بسام هي ليست تعديلات أو ليست قانون جديد هذا القانون موجود من أول وإذا بدنا نرجع لمادي رقم سبعة مادي رقم سبعة بتحث على إنه في حال إصابة تبديل مراجعة الفار أي حدث بيأخذ وقت هذا يجب على الحكم إنه هذا الوقت يضاف لكن كثير من حكام العالم كانوا يعني يستكثروا الوقت إنه يضيفوا 10 و11 و12 دقيقة لكن في هذه السنة كانت تعليمات الفيفا تعليمات الرئيسي للحكام ومدير ذات حكام بالاقتحاد الدولي لا إحنا بنرفع عدد دقائق اللعب الفعلي في المباريات لذلك الحالات اللي فيها تستحق إنك تحسب الوقت لدى الضيئة بدنا إياها كونين طائلوا تصريح كونين الحرس إطالة رئيسي للحكام قال رح تتعودوا على هذا نعم نعم الآن فيه تشديد على هذا الموضوع حتى الآن فيه شيء جديد إنه الكرة اللي بتطلع بره الملعب وبتقعد أكثر من 30 ثانية هذا الوقت لازم يضاف نعم فلذلك إحنا شايفين الآن الوقت عماله بصل 10 و11 و12 و13 و14 نعم إحنا إذا بتذكر أخب السام الدوري للسنهاي كانت تعليماتنا مشنددة لحكامنا باحتسب الوقت لدى الضائع وصار في عنا ممبرتين أدهم مخادمة يحتسب 9 دقائق والشعب الأردني طبعا هاج علينا والله يا كابتل لو بدنا نحتسب لعب الفعلي ممكن بلاقي الحكام برفع ثلاث دقيقة نعم مصبوط كلام سليم الأمان يعني لا لا كلام سليم بس على الأقل في كأس العالم لازم يرفعوا الليفل تبع معنى كأس العالم يعني بالضم نقبة المنتخبات واللعب الفعلي بيكون موجود يعني ولكن 14 دقيقة و10 دقائق هذه حالة غير مسبوقة طبعا طبعا ولكن هي تعليمات أنه يجب احتساب اللعب الفعلي بالضبط وأي ثانية بتوقف خروج الكرة إصابة تحتسب ما لازم تروح لازم تحتسب نعم بالتالي راح نتعود على دقائق كبير أكيد خلاص من هذا لنهاية المنديال لازم نشوف هذا بكثرة للموجبات وبالتالي أيضا موسم القادم أتوقع ستكون نعم إحنا الآن تعليماتنا ببدايةها من سنة هاي فلذلك إحنا راح نكمل إن شاء الله في السنة القادمة من تعليماتنا الحكام من الوقت بدل الضائع لازم نعطر كل الفرق حياك الله كابتن عوني الله تلك العافية إن شاء الله كل فترة إذا في مثل هذه التعديلات أو مثل هذه الأمور اللي بتكون غائبة عن ذهن الجماهير حاول نوعي جمهورنا بالتعديلات اللي إلى فترة معينة ليس وردة اليوم حتى لما تكون عندنا مباراة أي حدث شوفوا حكم رافع عشر دقائق هذا وضع طبيعي أي التوقف يجب أن يحتسب وغيرها من أيضا الأمور يعطي كلاك كابتن عوني ما تشرف إلا أكون معكم حياك الله الله يباركي شكرا شكرا شكرا